قال موسى لربه يا ربي خلقت آدم بيديك ونفقت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وطبت عليه فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي إذا قال العب يا ربي وهو راكع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عب قال حيما قال وهو تاجد قال أقول لبيك يا عب قال موسى صيبة قالها وهو حاصل قال أقول له لبيك 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 إلا الله تعالى يخوض النقمة في البطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الصعام بسم الله ويختمونهم الحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله لموسى يا موسى إنهم أمت محمد قال موسى يا ربي إني أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بجال سيئة فلم يسعلها وفرجها من خجية الله كتبتها له حسنة اجعلهم أمتي يا ربي قال له الله يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي أرى مكتوبا في الألواح أن هناك أمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة فإذا فعلها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة طبع اجعلهم أمتي يا ربي فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد موسى يتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة التي ترفها الله بمحمد إن موسى بن عمران وقف ولم تنت بالماء قال له يا موسى إن فيكم عقدا عاصيا إن فيكم عقدا عاصيا فكان موسى وولي إسرائيل من كان موسى عاصيا لله فلي أخرج فلم يخرج وقال موسى للمرة الثانية ولزل الماء قال موسى قال موسى فالليل ولم يخرج وانك للمير فراهيبا قال يا موسى إن عاصيا قتاب بيلي وبيله ورحملت طوبتك ولم يتكت موسى ولم يتكت موسى وكان لموسى مع الله دلاله فقال يا رب أريد أن أعرفنا الخوى ذلك الذي كان عاصيا وشاء قال له يا موسى إذا كنت فترسره وهو عاصم فكيف أفضحه بعدما جاب إليه نعم